بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها في هذا الباب رد على من قال كتاب التوحيد لا يحتوي إلا على توحيد الألوهية ولله طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر الحسنى أي البالغة في الحسن أكمله من كل وجه وليس فيها نقص فادعوه بها دعاء الله عز وجل بأسمائه له معنيان الأول دعاء عباده بأن تتعبد الله بما تقتضيه تلك الأسماء فمثلا البصير يقتضي أن تتعبد الله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك فعلا يكرهه منك ثانيا دعاء مسألة بأن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إلى الله كقول فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الإلحاد الميل بها عما يجب اعتقاده فيها وينقسم الإلحاد إلى إلحاد في الأسماء والصفات وهو أنواع أولا ينكر الأسماء كلها أو بعضها كالجهمية ثانيا يثبت الإسماء وينكر الصفة كقولهم سميع بلا سمع ثالثا يجعلها دالة على التشبيه كالممثلة رابعا يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كالعزة من العزيز خامسا يسمي الله بما لم يسمي به نفسه كمن قال إن الله ثالث ثلاثة أو أنه القادر على الاختراع القسم الثاني إلحاد في الآيات سواء كانت الآيات شرعية كمن قال بأن القرآن مخلوق أو آيات كونية كمن قال بأن الطبيعة تخلق الأشياء المسائل الأولى إثبات الأسماء لله تعالى خلافا للجهمية وغلاة المعتزلة الثانية كونها حسنا أي بلغت في الحسن أكمله الثالثة الأمر بدعائه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة وكلاهما مأمور فيه أن يدعى الله بهذه الأسماء الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين أي ترك سبيلهم وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا نبين لهم والآية تتضمن أيضا التهديد الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من ألحد التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر